السجن النافذ لحارس مؤسسة تعليمية متهم بالاعتداء الجنسي على تلميذات قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس بإدانة حارس مؤسسة تعليمية متهم بالاعتداء الجنسي على تلميذات باء ثمانية سنوات سجن النافذة حسب مصادر متطابقة فقد جرى اعتقال الحارس المتهم منذ شهر ونصف تقريبا بناء على شكايات أسر التلميذات وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس ميكناس والمدرية الإقليمية للتعليم بتونات قد دخلت على خط هذه الفضيحة حيث تم تنصيب محامي للدفاع عن التلميذات اللواتي تم الاستماع إليهن في جلسة سرية أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس حارس مؤسسة تعليمية بمدرسة كراوت بمنطقة تيسة متهم بالاعتداء الجنسي على تلميذات با ثمانية سنوات سجنا نافذة وجرى اعتقال الحارس المتهم مؤخرا منذ شهر ونصف تقريبا بناء على شكايات أسر الملف الذي هز المدرسة المذكورة بذات المنطقة دفع كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس ميكناس والمدرية الإقليمية للتعليم بتونات إلى الدخول على خط هذه الفضيحة حيث تم تنصيب محامي للدفاع عن التلميذات اللواتي تم الاستماع إليهن في جلسة سرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة